تصدر اسم الممثل السوري تيم حسن وزوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بعد التصريحات المفاجئة لتيم عن علاقته بزوجته وفاء الكيلاني وفي التفاصيل وخلال إحدى المقابلات الصحفية سئل تيم حسن عن إمكانية أن يجتمع مع الممثلة اللبنانية دانيالا رحمي في عمل مدرامي مشترك خصوصا بعد أن تركت دانيالا شركة إيجل فيلمز للمنتج اللبناني جمال سنان وانضمت مؤخرا لشركة الصباح للمنتج صادق الصباح وافيرته على هذا السؤال قال تيم حسن عندما يتوفر نص جيد وظروف جيدة أكيد أنا سأكون سعيد بأي عمل يجمعنا معبرا بالمقابل عن حماسه للمشاركة مع دانيالا وتقديم عمل مميز للمشاهدين من هنا سأل أحد الصحفيين الممثل تيم حسن عما إذا كان من الممكن دخول زوجته الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني مجال التمثيل وعن إمكانية أن يجتمع تيم ووفاء في عمل مشترك إلا أن جواب تيم كان صادما حيث قال وفاء إعلامية مهمة في مكانها بإشارة منه إلى عدم رغبته بدخولها مجال التمثيل حيث يفضل بقائها في المجال الإعلامي وتقديم البرامج تعليق تيم حسن هذا أثار موجة جدل واسعة بين المتابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين رحوا يتساءلون عن طبيعة العلاقة التي تجمع الثنائي وما إذا كان الخلاف قد نشب بينهما من جديد خصوصا بعدما تم التدوله في الفترة الماضية عن انفصالهما بسبب عدم الاتفاق بينهما هذا وكان شكل خبر طلاق الممثل السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني صدمة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا أن علاقة حب كبيرة وقوية جمعت الثنائي رغم كل الشائعات التي مروا بها هذا الخبر المفاجئ أعلنت عنه صفحة شاربليتة المهتمة بأخبار المشاهير منذ فترة والتي كتبت منشورا على حسابها عبر انستغرام هل تم التلاق بين الممثل السوري تيم حسن والإعلامية وفاء الكيلاني وكشفت شاربليتة تفاصيل ما حصل فقالت تمر العلاقة الزوجية بين تيم حسن ووفاء الكيلاني بمطباط عديدة منذ أسابيع وقد انتقل تيم للعيش في منزل آخر بعيدا عن زوجته وفاء التي طلبت أن تقضي بعض الوقت بمفردها لسيما بعد أن كثرت المشاكل والفجوات بوجهات النظر وختمت الصفحة كلامها بالقول إن الطلاق الفعلي لم يتم بين الثنائي إنما هو انفصال لمحاولة بلورة العلاقة من جديد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر